على كل إن دمعات موجز لهم الأخبار مع ليندا شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة التي ستجمع قدتها مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة كما تأتي مشاركة الرئيس السيسي تعزيزا للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وكذلك التشاور والتنصيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فضلا عن تدعيم وتطوير أواصل العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع دول المشاركة بالقمة هذا وسيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم وكذلك منقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية عقب جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في جدة أكد البيان المشترك الصدر بين الجانبين على ضرورة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة واشدد البيان على تعزيز مصالح الدولتين ورؤيتهم المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام وفي البيان أكد الجانبين أيضا على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجة وأهمية مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية وضرورة دعم حكومات المنطقة التي تواجه خطر الإرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من قوى خارجية وخلال كلمتي في مدينة جدة وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثاته مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بالمهمة وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم إجراء مباحثات حول ما يتعلق بضمان أمن الطاقة مشيرا إلى أن رياض ستشارك في مبادرة الطاقة النظيفة وقال بايدن أنه يفعل كل ما في وسيه لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة هذا وقد وقع الجانبان خلال الزيارة ثمانية عشرة اتفاقية ومذكرة للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصخة من بينها تعزيز تطبيق الجيل الخامس من الإنترنت تعهد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي رازنيكوف بعدم استهداف الأراضي الروسية براجمات الصواريخ الأمريكية هاي مارس وأكد رازنيكوف أن عدم استهداف الأراضي الروسية كان شرطا لحصول كييف على هذه المنظومات مشيرا إلى أن كييف سوف تستخدم الأسلحة الأمريكية لتحرير الأراضي الأوكرانية كما أعرب رازنيكوف عن ثقته في أن الغرب سيوفر لأوكرانيا طائرات ودبابات حديثة أكد رئيس الوزراء المجرية فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وقال أوربان أن العقوبات على روسيا لم تحقق أهدافها وكان لها آثار جانبية على جميع أعضاء دول الاتحاد ودعا رئيس وزراء المجر الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد التقى المرشحون الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء بريطاني بواث جونسون واجهن لواجه خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهم وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية باني موردنت ووزير المال السابق ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كامي بازنعق والنائب توم توغنهات من مناقشة رؤيتهم خلال المناظرة وتبينت إجابات المرشحين لخلافة جونسون حول مدى مصدقية وأمانته أما رياضيا فتأهل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا بعد فوزه الكبير على ناظره الجزائري بنتيجة 34-19 وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب الوطني ناظره التونسي المتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية كما ضامنا منتخب مصر التأهل لبطولة كأس العالم من كرة اليد 20-23 في السويد وبولنغا نهاية منجزة ثمنا نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل